موسيقى التجلي هو إعلان واضح من الله أعلنت أولا لهوت المسيح مكتوب عن يسوع الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته هو البهاء بهاء مجد الله إعلان عن لهوت المسيح ولاحظ يقول الكتاب في إنجيل متى إصحاح 17 والآية 2 تغيرت هيئته كان وجهه يلمع كالشمس وفعلا كان شيء عظيم عجيب لدرجة حتى التلاميذ انبهروا من هذا الموضوع وهاي كلمة عميقة جدا تغيرت هي من الكلمة اللي ترجمت للإنجليزي هو تغيير إنعكاس عميق قوي داخل دايما بينعكس هذه القوة لبره هذا الإنعكاس الخارجي فبيشوفوا مجد بشوفوا إشعاعات بشوفوا نور وهذا عمل واختبار عميق جدا انذل على شيء بدل على حضور يسوع المسيح الكامل من خلال هذا الاختبار موسى كان على الجبل المقدس جبل سينة في العهد القديم وفعلا اختبر إن وجه كان يلمع لما نزل عن الجبل الناس لم تستوعب هذه الإشعاعات الخارجة من وجه موسى لأن حضور الله كان موجود معه في العهد الجديد منقرأ عن استفانوس الشهيد الأول وجهه كملاك يعني لما الإنسان بيكون في محضر الله بينعكس مجد بينعكس نور بيكون في إشعاعات نورانية اللي بتعبر عن النقاء عن النور عن الصفاء عن الطهارة عن البراءة من خلال هذه النور والإشعاع الإلهي فتغيرت هيئة يسوع المسيح برص الرسول لما كتب لكنيسة روميا قال ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة بيدعو الناس أن يتغيروا هذا التغيير بنفس المعنى المعنى عندما تكون في حضور الله يتغير الذهن تتشبه بالمسيح فتصبح مسيح صغير على الأرض وعندما كتب لكنيسة كورونتوس قال نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الرح فهذه كلمة قوية كلمة عميقة جدا تغيرت هيئته هذا الإشعاع النيراني النوراني والوجه صار كالشمس قوية تضيئ من خلال هذا الاختبار العميق جدا فرأوا التلميذ هذا الاختبار وقالوا كنا معينين عظمته أو قال يحنى رأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملو نعمة وحق شيء ثاني التجلي أعلنت خطة الله لفداء البشر في بنياس في قيسرية فليبوس المسيح يتكلم عن الصلب وكان فيه اعتراض من بوترس فبما أنه بيؤمنوا في أنبياء العهد القديم وبيؤمنوا في التوراء في موسى فكانت شهادة حية أمام بوترس والتلميذ أنه كانوا بيشجعوا يسوع المسيح عن خروجه يعني عن ذهابه إلى أور شليم والمقصد إلى أور شليم أنه أنت أجيت لهذا الهدف تمم الهدف اللي هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات فالتجلي طبعا كان أعلنت خطة الله لفداء البشر وهذا كان بشهادة حية من أنبياء العهد القديم شيء ثالث أحبائي التجلي أظهر تفوق وسمو ورفعت يسوع المسيح على الأنبياء لما ذكر بوترس لنصنع ثلاث مظال فجاءت سحابة نيرة وظللت الجميع ولما اختفت السحابة سمعوا صوت طبعا من السحابة هذا هو ابن الحبيب الذي به سرد أمام يسوع يختفي كل شيء فالمسيح يتفوق على الأنبياء فهو ابن الله الوحيد ابن الله الكامل مكتوب عنه في العبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح الذي جعله الذي به عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره فإذن تفوق المسيح على الأنبياء شيء رابع التجلي هو مذاق يعني اتزوقوا هذا المجد المستقبلي عندما يتغير تغيير جذري كامل ويكونوا في حضور الله حضور السماء حضور يسوع المسيح كل حين فاللي شفوه على جبل التجلي هو كان تيست يعني بس دوءة يعني تذوقوا هذا المجد القبس الصغير اللي كان فعلا بعبر عن جلال سلطان ولهوت وقدرة يسوع المسيح شيء خامس إن هذا التجلي هو صورة باهتة لما نحن ننتظر من المجد الآتي أحبائي لأتباع المسيح كل أتباع المسيح رح يختبروا هذا التغير اللي بيبتدي بتتويج المسيح على القلب والحياء والكيان ونستمر بالتشبه بيسوع إلى أن نصل إلى النهار الكامل النور الكامل إلى شمس البر إلى يسوع المسيح المتفوق المكتوب عنه في رسالة فليبي سيغير جسد تواضعنا لنكون على صورة مجده ما أعظم هذه الامتيازات وما أعظم هذا المجد لأتباع يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر